اشتركوا في القناة داخل ملعب عبداللطيف أبورجيلا قبل خوض فقرة أخرى في صالة الجيمونيزيوم بالنادي في صياق آخر أدت مجموعة اللاعبين المستبعدين والبدلاء من مواجهة حرس الحدود تدريبات تأهلية قوية ومتنوعة سواء بالكرة أو باستخدام أدوات التأهيل تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق وأحمد نجتي المدرب المساعد وحريص الكولومبي ومتحة عبدالهادي على متابعة الحصة التأهيلية والبدنية ومنح اللاعبين تعليمات خاصة حصد الفريق الأول لكلة اليد بنادي الزمالك المركز الثالث بمصابقة كأس مصر للموسم الحالي 2023 بالفوضى على نظيره سموحة وفاز الفريق يد الزمالك على سموحة بنتيجة 34-26 في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع والتي جمع بينهما أمس الجمعة حريص أعطاء الجهاز المعاون ولعب الفريق على تحية المدير الفني الجديد قبل انطلاق الميران وأعرب الجميع عن أمنياتهم له بالتوفيق مع الفريق خلال الفترة المقبلة وحريص الكولومبي على عقد جلسة مطولة مع متحة عبدالهادي المدرب العام على هامش ميران أمس وتناقش أساريو مع المدرب العام في كافة الأمور والتفاصيل الخاصة بالمرحلة المقبلة وخطة الاستعداد لها في ظل ارتباط الفريق بمباريات مهمة في مسابقة الدور بخلاف مباراة السوبر المصري وقام متحة عبدالهادي بشرح وتوضيح كافة الأمور والتفاصيل الفنية الخاصة بالفريق للمدير الفني الكولومبي بعد توليه المهمة رسميا شهدت تدريبات الفريق مشاركة شيكابالا جاء ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي كان يهضع له خلال الأيام الماضية وفقا لتعليمات الجهاز الفني وشارك شيكابالا في الفترة التأهيلية والبدنية بجانب الحصة الخططية لتتأكد جاهزيته للمباريات المقبلة نشر موقع كورابلاس كواليس حديث أساريو مع شيكابالا وأكد في حديثه على الاعتماد عليه الفترة المقبلة وأنه يعلم دوره مع الفريق بصفته الكابتن وتمنى له الشفاء من الإصابة والعودة سريعا للمشاركة في التدريبات الجماعية مرتضى منصور تعاقدنا مع مدير فني على أعلى مستوى سمعته كانت سبقا وهو يحمل الجلسية الكولومبية ودرب منتخب المكسيك من قبل وأحرز عددا من البطولات في كولومبيا وأضاف المدرب سيكون معه مساعد أسباني هيوصل خلال يومين أو ثلاثة بأقصى تأدير وأتمنى له التوفيق وتابع بعد توقيع العقد مباشرة معاه حققنا الفوز على البنك الأهلي ثم حرص الحدود واكتشفنا مجموعة من اللاعبين التي لم تأخذ على فرصة المشاركة بشكل كامل ولدينا مجموعة من اللاعبين الجيدين التي تشبه الألماز الذي عليه تراب وهذه مهمة المدير الفني الجديد والذي يستطيع توظيف اللاعبين في أماكن جديدة عليهم مرتضى منصور المطلوب مني كرئيس نادي ومجلس الإدارة هو توفير الدعم الكامل للجهاز الفني ودفع مستحقات اللاعبين بشكل منتظم وأنا أول رئيس نادي يأجر قطار للجماهير وأكمل جميع السفريات الخارجية للفريق تكون بطائرة خاصة ولدينا أفضل لاعيبة في مصر داخل الزمالك ولا أحب الحديث عن الماضي وعمري ما تدخلت في عمل المدير الفني مرتضى عن فريرة تم إنهاء العلاقة مع فريرة بكل حب واحترام ولم أتدخل في عمله ونجح في الحصول على بطولات مع النادي في فترات سابقة لكنه تعرض لظروف عائلية خاصة وصعبة مرتضى منصور لأساريو حضرتك ستعمل بكل أريحية ولديك الكابتن عبدالواحد السيد مدير الكرة حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك السابق ولديك مساعدين مصريين الكابتن مدحة عبدالهادي البدفاع منتخب مصر ونادي الزمالك وأحمد مجدي لاعب حصل على درسات خارجية ومحمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى مرتضى منصور لدينا أمير مرتضى منصور مشرف على قطاع الكرة بما فيهم فريق الكرة وإذا كانت لديك أي مشكلة تستطيع التواصل معه لأنه حلقة الوصل بين الإدارة والجهاز الفني وشدد أتمنى لك التوفيق وهناك لائحة قديمة للفريق ونعمل على إعداد لائحة جديدة والتزام اللاعبين في الميران أهم من الملعب مرتضى منصور أتمنى لك التوفيق وجميع أفراد الجهاز وأنت رئيس جمهورية كرة القدم في النادي لا أحد يتدخل في عملك ولا نمانع في التعاقد مع أي عنصر جديد للجهاز الفني ولو أعايز لبن العصفور هنجيبه انتظم عبدالله جمعة في التدريبات الجماعية أمس وشارك في الميران بشكل طبيعي بعد الانتهاء من البرنامج التأهيل الخاص الذي خضع له خلال الأيام الماضية بسبب الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية ووصل عمر جابر البرنامج التأهيلي المخصص له من قبل الجهاز الفني على هامش ميران أمس وأدى عمر جابر فقرة تأهيلية داخل صالة الجيمونيزيوم بالنادي بجانب بعض الأمور التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق ولم يشارك عمر جابر في التدريبات الجماعية للفريق واكتفى بالبرنامج التأهيلي المخصص له وفقا لقرار الجهاز الفني وجهت جماهير الأهل التي كانت حاضرة في مدرجات لقاء فاركو سباب وألفاز إلى شيكابالا ومنها أم شيكابالا ولدت يلا رح لها وغيرها من الهتفات المسيئة والعنصرية وجماهير الزمالك أكدت أن الفيديو يعد إهداء للجنة المسابقات في اتحاد الكرة في التظار توقيع عقوبة مغلظة على جماهير الأهل خاصة مع تكرار واقعة التعدي على قائد الزمالك محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالأهل ما تردد حول مفاوضات الأهل مع إمام عشور غير حقيقي لا أحد يعلم تفاصيل حديث اللجنة الفنية في الأهل فلا يوجد ترشيح من حيث الصفقات وهذه الأمور سابقة لأوانها وأضاف لا يوجد أي اتجاه أو ترشيح والحديث عن الصفقات سيكون بعد نهاية الموسم تتم اجتماعات حاليا لمناقشة الأمور الحالية والمستقبلية التي تتعلق بكرة القدم واختتم لا أحد يعلم تفاصيل حديث اللجنة الفنية وكل الأمور الخاصة بالصفقات ستتم بنهاية الموسم محمد شبانة علمنا أن إدارة الزمالك لن تفرض عقوبة مالية على اللاعب لأنه لم يتقاد من الأساس مستحقاته المالية لفترة تصل إلى سبع شهور ووصل كما أن اللاعب فتوح نفسه أبلغ المشرف على فريق الكرة قبل سفره لتصوير البرنامج بأنه سيسافر خارج البلاد لإنهاء أمور شخصية وأنه يستند اللاعب لعدم وجود بند في اللائحة التي تم وضعها بداية الموسم بتصوير أي برنامج بقالب من الأساس بس كده هي دي كل الأخبار اللي كانت معنا النهاردة عن ندي الزمالك أتمنى الفقرة بكم خفيفة على قلبكم ادعمونا بلايك الفيديو وسبسكرايب القناة ومتشكلهم جدا على دعمكم سلام